يعطيك العفل اليوم يعني أنا حاب هيك في موضوع لفت نظري مؤخرا تصريح صادر عن هيئة الغداء والدواء إنه ارتفاع انفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية والدخان هذا إشي أكيد سلمي من وجهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر صحية ومن وجهة نظر دينية اللي بتكويا سموه ولكن يعني هو الأردني بيش بدي يفش خلقه وبيش بدي يفش غله بهالأجواء اللي بعيشها ارتفاع أسعار ارتفاع نصب طالب صحيح الرسميين ورئيس الوزراء قال لنا يعني الخير جاي واستبشر وخيرا بنا نستبشر بس من هون لما الخير يجي شو بدي يشوي الأردن ما عنا ثقافة دخن عليها تنجلي وعنا ثقافة لروح على تركيا واشرب عرق وكيف يعني في الموروث الشعبي ترى بالمناسبة الدخان والكحول مش كثير مجرم ولكن في الوضع الاقتصادي الحالي يعني هل الحكومة فكرت انه مثلا كيف تخرج بثقافة تنفيس على المواطن يعني هالمنتزهات اللي معبي البلد هالحدائق اللي مملي البلد هالبلكونات اللي يعني تشرف على مناظر مفرحة طبعا الأردن يا بدي يروح للدخان يا بدي يروح للكحول ولكن اللي ساكت عنه الحكومة وما راضي تفتحه بجرآه قديش روحنا للمخدرات هاي قضايا بنزل على السوق بيشتري والحكومة مستفيدة وما عندهاش خطة جادة لا لمكافحة التدخين لانه المربح جاي من الرسوم والجمارك الباهضة على التدخين والمشروبات الكحولية المخدرات اللي ما حدا راضي يحكي فيها لما بنحكي عشرين الف قضية في السنة هذا اللي مسكناه العلم بيحكي إنه من بين كل قضية مخدرات يلقى القبض أو تجرم أو يعني تمسك هالدولة في عشرة بالمقابل ببنمسكهم يعني إذا بنقول عشرين الف قضية إدمان يعني عنا عشرين الف قضية إدمان يعني عنا متين الف مدمن الحكي اليوم غريب حدا يراجع الصيدليات يسأله في دوا بقيم الحمار اللي بيخليه الأثر المخدر أو بزيل أثر المخدر من العيون خلينا نسأل الصيدليات قديش بتبيع منه خلينا نسأل الصيدليات قديش بتبيع قديش بنطلب منها أنت اليوم هذا الرقم اللي المفروض تقف عنده الدولي كويس مفروض الوزراء اليوم واقفين بقروا ليش ماشي ارتفع استهلاك 4% من دخل الأسرة الأردنية ينفق على التدخين والكحول 4% هذا أنا باعتقد النسبة حتى إن كانت صحيح الليرات بو 200 ليرة بدخن بتمليرات لا مش صحيح الليرات بو 200 ليرة بدخن بأكثر من هيك بديش يحكي عن كحول بديش يحكي عن دخان المعتدل في التدخين بدخن بكيت باليوم بكيت باليوم ليرة ليرة ونص يعني تقريبا 30 دينار على 300 دينار يعني 10% لحد الأدنى من إنفاق الأردنيين على التدخين وإحنا إن أعلى نسبة مدخنين بجوز بالوطن العربي قياسا بعدد السكان هذا أرقام صادمة ولكنها تلقى في الهواء ما حدا بتابعها الرقم وجهة نظر الدكتور عمر رزاز وحكومته البنية التحتية والدكتوراه هذه الشهادات بدها تنعكس على الفهم إحنا عنا مشكلة بدي أحكي عنها بالحلقة الجاية أزمة الأردن في أنه فجوة المعرفة أفضت إلى عدم الثقة بمعنى إنه الوزراء والمسؤولين اللي بيجوا بيعرفوناش بيعرفوش ما بيعرفوش عنيش بيحكوا ما بيعرفوش يكملوا فلذلك لأنهم بيعرفوش بيأخذوا قرارات تخبيص بيقفوش عند الأرقام الصادمة فبالتالي بتصير الثقة بين الحكومة والشعب في تردي في تراجع بجوز تقرير حالة البلاد اللي هو من الظواهر الإيجابية في بلادنا اللي للأسف محدة بتحامل معها على المستوى الرسمي قالت واختصرت المشهد فجوة المعرفة ودتنا لعدم الثقة وبنكمل على هذا الموضوع في الحلقة الجاية شكرا لكم اشتركوا في القناة